اشتركوا في القناة طبعا بعض المشاكل الممكن يكون يمر بها نادي الزمالك نتمنى له التوفيق في حلها يعني لكن في كل الأحوال تتكلم عن فرجاني تقريبا حوالي ايه؟ ربع ساعة؟ تلت ساعة ممكن تقريبا يعني بقية الحلقة بقى الثالث حاجة تتكلم فيها بقية الحلقة النادي الأهل بس هو ما بيهداش غير لو كل يوم في حلقاته لازم يجيب اسم النادي الأهل في جملة مفيدة وكل كلامه عن النادي الأهل بالسلب وده أمر يعني مفروض ان هو مش طبيعي لكن تبقى اللي ثقافته وعقليته هو ورؤيته هو وتحترم يعني شايفين ده طبيعي بالتالي في جزئية مهمة جدا هو قالها ضمن كلامه اللي كان واخد أكتر من نص الحلقة أمبارح عن النادي الأهل وأنا عرفت الكلام ده بالصدفة وأنا بقلب في الأخبار كده في أحد المواقع وساسي والوينش ومحمود علاء وكمان سانت إتيان يريد مصطفى محمد العروض تنهال على لعب الزمالك من الأندية الخارجية بالرغم من أن الأهل هو الذي حصل على السلسية حلو أول ده تساؤل واستغراض من الكابتن خالد الغندور رغم أن أنا مش عارف إيه لازمته إنه هو يتكلم في حتة زي دي لكن أنا عايز أرد عليه في التساؤل ده أول حاجة الأهل يواخد السلسية آه طبعا الحمد لله الأهل يواخد السلسية ما شاء الله لكوة إلا بالله على النادي الأهل منظومة كاملة وممتازة سواء من حيث الإدارة أو من حيث الجانب الفني وفرق الرياضية في النادي حلو حلو هل أمر السلسية ده حاجة جديدة عن نادي الأهلي لا مش حاجة جديدة عادي يعني بالنسبة لنادي الأهلي ده حاجة عادية بتفرحنا قوي طبعا وحاجة ممتازة لكن في نفس الوقت الرد على التساؤل بتاعه زي ما أنا حقول لحرارتكم دلوقتي أنا واحد بلعب في النادي الأهلي أنا دلوقتي مثلا لعيب في النادي الأهلي بلعب فين في أكبر نادي في أفريقيا والشرق الأوسط هفكر ليه أمشي بالنادي الأهلي إيه اللي هي خليني أفكر إن أمشي بالنادي الأهلي أدي رقم واحد طيب رقم اتنين ورقم اتنين دي خلي بالك منها أوه يا كابتن خالد حطت تحتيها مئة خط لا مئة خط مليون خط إيه بقى هي إن أنا كلعيب في النادي الأهلي باخد حقوق المادية في وقتها في وقتها ما فيش جنيب يتأخر على أي لعيب ما بتحصلش في الأهلي ما بتحصلش حتى في ظل الأزمات وما فيش أزمة أكبر من أزمة كورونا فيه لعيب في الأهلي تأخر عليه فلوس فيه لعيب في الأهلي مالوش فلوس بياخد فلوسه في مواعيدها حلو حلو حد يقدر انكر كده لا طبعا حدش يقدر انكر كده خالص هذه رقم اتنين رقم ثلاث أنا مثلا برضو لعيب في النادي الأهلي وعندي وكيل لعبين فوكيل لعبين ده بيعيز مصلحتي دايما يعني الرجل بيفكه في مصلحتي أنا بص على اللعيب بتاعي كوكيل لعبين أشوف الرجل ده مبسوط أو نشو مبسوط الدنيا بالنسبة له ماشي عامل إزاي مع الفرقة فأنا كوكيل لعبين لما أجب بص كده على اللعيب بتاعي في النادي الأهلي هقول الله ده لعيب بيلعب في أكبر نادي في أفريقيا في الشرق الأوسط بالإضافة لكده لعيب بياخد مستحقاته المادية في وقتها والعقود في النادي الأهلي ممتازة طبعا أنا ليه والراجل مبسوط الراجل بتاعي مبسوط طبعا أنا ليه هحاول أسوقه ليه هحاول أسوقه ده التفكير ده الناس بتفكر كده كوكيل لعيب وكوكيل لعب في النادي الأهلي فأنا مبسوط كده أنا مرتاح كده همشي ليه من هنا من هنا بقى للأسباب اللي أنا قلتها لك دي دلوقتي طبيعي قوي إن الأهلي ما يجلوش عروض لبعض اللعبين رغم رغم إن العروض اللي ممكن تكون جاية للبعض من لعبي نادي الزمالك ولهم كامل الاحترام والتقدير ممكن تكون بعضها عروض شفاوية الأهلي ما بتكلمش في حاجات شفاوية ممكن يكون جاية لعبة الأهلي عروض شفاوية لما بيكون في عرض رسمي الأهلي بيدرسه وبيشوف مصلحة النادي ومصلحة اللاعب لكن الحمد لله الحمد لله الأمور في النادي الأهلي مستقرة فدرد على التساؤل تعد كابتن خالد الغندور اللي مالوش أي لازمة التساؤل مالوش أي لازمة إنه هو يسأله في الحقيقة يعني وأنا كلامي لجمهور نادي الزمالك اللي بكني ليه كامل الاحترام والتقدير بلاش تربطه ما بين كلامنا احنا وردنا على كابتن خالد الغندور اللي دايما بيعايز يعمل فتنة ما بين الجمهورين وتقدرنا الكامل واحترامنا لحضراتكم كجمهور كبير لنادي الزمالك وككيان كبير هو كيان نادي الزمالك دي حاجة وخالد الغندور حاجة تانية نادي الزمالك بكيانه وبنجومه وبأساطيره حاجة وخالد الغندور حاجة تانية نادي الزمالك على دماغنا ما نقدرش إن احنا نقول فيه حاجة وحش خالص لكن الراجل اللي بيعد يتطرق للنادي الأهلي ويحاول يسئل النادي الأهلي بالشكل أو بآخر لا بعد إذن حضراتكم احنا هنرد عليه لأن احنا في حلقة من الأسبوع اللي فات تقريبا مش فاكر الأسبوع اللي فات وللقابله اتكلمنا عنه من غير ما نجيب اسمه وقالنا خلاص بقى يعني مش هنجيب اسمك ياريت ان انت تخليك في ناديك وتلتزم بكيفية مسندة ناديك وده حقك كاملا يعني ما حدش يقدر يقولك تلت التقاتي كان فيه لكن ما تتطرقش للنادي الأهلي ما لكش دعوة انت بالنادي الأهلي انت مالك تاني اقولك انت مالك بالنادي الأهلي ففي الحقيقة امر غريب جدا لكن في كل الأحوال دي الجزئية اللي تكلم فيها وجزئية اخرى بتكلم فيها بتاعت ان الكابتن ساد عبدالحفيز ما تعاكبش بعد اعتراضه في المباراة ودي دجلة بشكل غير لائق وانا مش عارف فين الشكل غير لائق دي يعني الرجل بيعترد زي احد بيعترد عادي بتحصل واحسين الشاحات ما يتعاكبش ليه بقى اصلي مرائب المباراة اهلاوي مرائب المباراة اهلاوي فعشان كده ما تعاكبوش طب يا كابتن خالد بص المطش الزمالك مبارح مع امبي ده امبي ليه دربتين جزاء يعني بص يعني شعارف أقولك ده النهاردة أنا قريت خبر في المواقع ما عارش خبر ده رسمي ولا لا يا جماعة يعني بيقولك اتحاد الكرة يستبع تحكم الفيديو في لقاء الزمالك وامبي من ادارة مباراة الدوري ليه عشان فيه دربتين جزاء محدش يختلف عليهم ما تحسبوش لامبي في مباراة امبارح بتاعت الزمالك اللي فاس فيها الزمالك اتنين واحد طب انت بتتكلم في ايه ورغم كده كمان اول مبارح الاهلي ليه ضربت جزاء يعني يعني مش عارف اكيد الحكم ندماء اهي يا سلام عليك يا بيبو يا سلام عليك اللي هي دي مش الاهلي هو ليه ضربت جزاء وبالمناسبة الكلام ده مرتبط بسؤال الحلقة النهاردة أنا مستني تفاعل حضراتكم معنا ومرتبط بعضية مهمة جدا وهو ايه ايه اللي حصل في الفار و ايه اللي حصل في اداء التحكيم يا جماعة السنة دي ها فيه توجه معين زي ما قلت لكم برح قولولنا علشان نبقى عاملين حسابنا ناخد بقى مطشط الدوري ايه نستعد من خلالها الكاس العالم نستعد من خلالها افريقيا نستعد من خلالها المختلفة بطولات فدي ايضا من ضمن الجزئات المهمة فما تشوف انت مشاكلك وشوف مشاكل نادي الزمالك على فكرة بالمناسبة انا يعني عايز افتكر تصريح لامير توفيق من كام يوم في احد المدخلات التلفزيونية قالك احنا كالنادي الاهلي بنساعد نادي الزمالك على الخروج من ازمات ومحدش ابدا يتمنى ان نادي الزمالك يكون في ازمات او محدش يتمنى ان نادي الزمالك يكون عنده مشاكل كتير لكن انا بصراحة انا بصراحة عازر الكابتن خالد الغندور ليه بقى اقول لي ليه هقولك ليه الكابتن خالد الغندور بقى عنده مساحة من الوقت في برنامجو بقى عنده مساحة من الوقت لو تفتكروا كده من كام شهر كان الكابتن خالد الغندور كان فيه مداخلة المداخلة اياها اللي انتو عارفينها كان بتبقى الرنج بتاعها من ساعة وربع لساعة ونص فواخذ اكتر من نص الحلقة وهو كان بس فبالتالي لما مداخلة دي ما بدش موجودة خلاص تمام فبقى عنده وقت طبعنا ضيع وقت في ايه قعد اتكلم عن نادي الاهل قعد اتكلم عن نادي الاهل لانه عارف كويس جدا لما بجيب اسم النادي الاهل في جملة مفيدة المشاهدة النسبة المشاهدة تبقى اعلى الناس هتهتم اكتر الناس هتجيب اسمي اكتر مواقع هتذكر زي ما حراكوا شفتوا كده السكين شوت اللي انا بعتهلكو او اللي انا ورتهلكو دلاتي هشوف كده هتلاقي اخباري وكلامي عن نادي الاهل كله في المواقع فبصيط نفسي ازاي من خلال ان انا اتكلم عن نادي الاهل فالراجل معزور في الحياة ان هو خلاص بقى عنده مساحة من الوقت عشان يتكلم عن الاهل بعد ما مداخلة خلص ما بقتش موجود فدي جزئية مهمة او لكن في نفس الوقت انا عايز افكر كابتن خالد بحاجة قبل ما اطلع الفاصل واستعيد تصريح لي قبل كده لما قالك جمهور النادي الاهلي نجح لي مباراة اعتزالي النادي الاهلي يشكر ان هو شارك ونجح مهرجان اعتزال كابتن خالد الغندور وكابتن خالد الغندور قال جمهور الاهلي لي فضل كبير او علي لان كان جمهور الاهلي اكتر من جمهور الزمالك في المباراة دي طب يا رجل حتى خليك يعني منطقي حتى في الكلام اللي انت بتتكلم فيه عشبك اعمل مباراة اعتزالي دلوقتي بقى انا متكلم علي ايه كلامك دلوقتي اعمل حساب للجميل اللي عملوا معاك جمهور النادي الاهلي في مباراة اعتزالك حاجات كلها كده خد بالك منها افتكارها بس مش اكتر فده امر من ضمن الامور المهمة جدا في الحقيقة وده كان ردنا على الكابتن خالد الغندور لان الكابتن خالد الغندور تمادة فيها واحنا كنا قبل كده قلنا ان احنا مش عايزين نتكلم في الجزئية دي ومش عايزين نجيب اسمه لكن هو اضطرنا لكده وانا في الحقيقة عندي يعني حاجة كده انا لازم اكون مهتم بها وهي رسائل جمهور النادي الاهلي ما ينفعش اتجاهلها اطلاقا يعني فانعنا على مدار الاربع عشر ساعة اللي فاتوا كده او اقل كمان اربع عشر ساعة رسائل كتير جدا بتوصلنا لنا احنا وفريل اعداد انا وفريل اعداد بخصوص انهم زعلانين من كلام خالد الغندور الدائم عن نادي الاهلي وانا ما اقدرش ارفض الجمهور النادي الاهلي ده ماذا؟ أرفع الطلب الجمهوري لا يفعل دعنا نذهب لفاصل بعد الفاصل نرجع نكمل إستنونها